بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بادئ ذي بد نرحب بضيفنا في هذا المركز وهو مايك الأمريكي مايك جاء من الولايات المتحدة الأمريكية باحثا عن الحق وقد قضى من عمره طويلا في البحث عن الحق وكانت آخر محطة هي اليمن وبالتحديد المركز الثقافي لدعوة الجاليات فنرحب به أشد الترحيب ونقول له أهلا وسهلا إلى بيئة الإيمان أهلا وسهلا إلى الحق الذي طالما تشوقت في الوصول إليه الحق الذي أدعانت له الجبابرة الحق الذي تنورت به العقول الحق الذي أراده كل من أراد الدنيا والآخرة هو ذا بين أي دين مستعد للنطق بالشهادة والدخول في هذا الدين من بوابة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يفهم ما أقول لأنه يعرف العربية لكن هناك من إخواننا من لا يعرف العربية فسوف نعطي هذه المقدمة إن شاء الله بالإنجليزي فسوف نعطي هذه المقدمة وأريد أن أردعوا جبÉ كل المقدمة إنه سيكون ممتازم we have a guest here who searched for the truth for a long time he is Mike the American he spent good time of his age of his life searching for the truth من أمريكا إلى مختلف مكان. الثلاثة الوحيدة هي يامن لحظة الحقيقة. وهو موجودنا في نفسنا في المنطقة المتحدة في فرنس كول. وهو مستعد لإنقاذ الله through the gate of لا إله إلا الله. So, I would like you to contemplate about this and to realize that Allah has only one religion. And those who have thought, who have mind, who have sincerity searching for the truth, Allah guides them all the time. Allah knew that Mike is searching for the truth from his sincere heart. Therefore, Allah did not leave him alone. He has been with him all the time, guiding him to the truth until he made the final decision to embrace Islam, to come to the truth, to come to the religion of Allah. He is going to utter the testimony of Islam in front of you. and I hope that his testimony will increase the faith in your hearts. Of course. So, I'll ask Mike to utter the shahada in front of you, and you will hear his voice. And, Mike, would you please repeat after me? Yes. The shahada in front of him is the shahada in front of him. الله أكبر